اهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج العيادة في كل مكان تحية طبية ليكم فين ما بتشوفونا على قناة الحياة من الامور الشائعة عند كبار السن هي التهابات المفاصل وخصوصا خشونة الركبة مع التقدم في العمر وبمرور الزمن المفاصل اداءها بيتدهور وبتكون اقل مرونة وده طبعا نتيجة الاحتكاكات اللي بتكون في المناطق ديات اللي بتخلي الغضروف يتآكل والمواد اللي موجودة بين المفاصل وبعضها بتقل وبالتالي بيكون فيه الام في هذه المناطق المفاصل اللي في الجسم ازاي اعرف ان انا مثلا عندي بوادر خشونة ركبة او اي خشونة في اي مفصل في جسمي وازاي اتجنبها او اعالجها لو كانت عندي ده اللي هنعرفه مع دكتور باهر السعيد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك اهلا وسهلا الى اي مدى او بنسبة كام اللي بيكبر في السن لأ معرض ان يكون عنده خشونة في المفاصل او خشونة الركبة او كده هو طبيعي اللي ما بيهتمش بالتغذية السليمة ما بيهتمش بنمط الحياة الصحي على مدار عمره اه طبيعي مع تقدم السن بيحصل بداية تأكل بقى في الغضروف المفصلي اللي هو بيحمي المفاصل من من الخشونة من الاحتكاكات فيما بعد التأكل ده كده كده بيحصل مع السن لو ما اهتمش الشخص بالتغذية السليمة والمكملات الغذائية اللي بتعوض النقص عنده لو ما اخدش كالسيام وفيتامين دال ما مارسش حياة صحية بشكل صحي 100% اكيد مع السن حيبان الكلام ده حيبان الطرقعة والفرقعة في مفاصله حيبان الالام بتاع المفاصل معظم الكبار السن ابقنا واجدادنا بيشتكوا دايما في الصلاة انا مش عارف اركع مش عارف اسجد ده طبيعي مع السن فعشان كده انت لو بادق عندك الاعراض بتاعة مشاكل الرجبة مشاكل المفاصل لازم تتعامل مع اهم البدري ما تسيبش الدنيا لغاية ايه يا بقى الاعراض يا دكتور الارهاصات الولى اللي نعرفها يعني الاعراض طبيعي الم شديد غير محتمل ممكن يزيد اثناء النوم اه الطلوع السلم ببقى صعب جدا اه تورم واحمرار شديد في الرجبة اه احيانا نتوءات وشكل غريب للرجبة اه تورم الرجبة اه الم مهما اه حط دهانات كلام من ده مفيش فايدة اه ما بيعرفش يسجد زي ما قلنا او يركع في الصلاة اه طلوع السلم ببقى مشكلة بالنسباله اه كل الكلام ده علامات من علامات اه خشونة الرجبة اللي هي مالهاز سن صراحة يعني حتى فيه شباب دلوقتي بيشتكوا منها بس اه كبار السن ببقى الفئة الاكبر اه في موضوع خشونة الرجبة اه قبل من نروح المكملات الغذائية والاكل وكده اه مين الاكسر عرضة لان حريك بتقول ده مش الكبار بس ده ممكن يكون الشباب كمان وبالتالي مين الاكسر عرضة ان يجيلوا خشونة الرجبة الاكسر عرضة انا من رأيي استات اكتر اه اللي هما بيبقى عندهم نقص في كالسيم وفايتاميندال اه زيادة الوزن الناس اللي عندهم وزنهم زيادة بيبقى بيحمل على الرجبة الناس اللي بلعبوا رياضات بتحمل على الرجبة سواء بقى شباب او كبار ديمال هالسن اه الناس اللي شغلهم بيحتم عليهم اه اه ومشي كتير اه تحميل على الرجبة كتير يعني اجهاد الرجبة الكتير على مدار السن اه الاشخاص دي بيبقوا معرضين اكتر لمشاكل الرجبة امتى لازم ازور الطبيب حالا لما الاقي ايه تيبس فرق اعزم تيبس وقلم جامد ما بيروحش بالمبقى يومسكن اه قلم شديد واحمرار شديد وتورم شديد في الرجبة لازم اكيد ده لجأ للطبيب على طول ما مستناش يعني المشاكل الرجبة كل ما تعاملنا معاها بدري كان افضل اه وممكن من البداية خالص ناخد حتى حاجات وقائية اه تحمي الرجبة من مشاكلها عشان كده الجوينت بيكس بالقوة الخماسية اللي بنتكلم عنه اه هو من انسب الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها مش للعلاج بس حتى للوقاية من مشاكل الرجبة لكبار السن فيما بعد اول ما تبدأ تشتكي من اي قلق في الرجبة ممكن تاخد حاجة زي موضوع الجوينت بيكس اه لان القوة الخماسية بتاعته هتبقى حاجة مميزة جدا لحماية الرجبة من المشاكل اللي بتخلي عندك مشاكل في الحركة مشاكل في الالم وفي الاخر مكمل هو القوة الخماسية لانه هو مكمل غزائي يحتوي على خمس حاجات طبيعية مأمونة جدا 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 اولا في الجلوكوزامين لما ناخد حبيتين يوميا من الجينت بيكس بيدلنا الف جلوكوزامين الجلوكوزامين والكندروتين لاثنين دولا هما المادتين اللي بيبنوا الكولاجين اللي بيحافظ على مرونة الرجبة اللي بيحافظ على مرونة المفاصل اللي بيحافظ على بناء الغضاريف او الغضروف المفصلي اللي هو بيحمي المفاصل من الاحتكاكات والالتهابات اللي ممكن تحصل من الاحتكاكات دي وبرضو كمان حمض الهيلورونيك هو المكون التالت في الجوينت بيكس الحمض الهيلورونيك ده اللي بيحافظ على قوة شبكة او تكوين شبكة الكولاجين في جسمنا مش بس في الرجبة في البشرة في كل حاجة في جسمنا برضو كمان فيه مادتين مهمين جدا حاجات طبيعية خالص اللي هو مستخلص الاناناس ومستخلص الجينجر الاتنين دولا واحد فيهم اللي هو مستخلص الاناناس بيقلل التورمات بتاعة الرجبة زي مادة التربسين اللي احنا بناخدها في التورم بتاع درسنا او الالتهابات اللي بتحصل المادة التربسين دي دي مادة كيميائية المادة الطبيعية اللي بتقدي نفس الغرض اللي هي خلاصة الاناناس اللي موجودة جوه الجوينت بيكس بتخليه قلل التورم والالتهابات بالاضافة للجينجر الجينجر ده اللي هو مستخلص الجنزبيل الجينجر مميز انه هو مسكن طبيعي للألم بديل طبيعي للمسكنات معظم اطباء العظام دايما بيحبزوا الجينجر كحاجة مسكن مضاد الالتهاب للناس اللي هم ممنوع ياخدوا مسكنات يعني لو والدك او والدتك ممنوعين من مسكنات بسبب مشاكل في القلب بسبب مشاكل في المعلقة ايان كان الجينجر ده حاجة طبيعية ده مكون الخامس اللي موجود في التركيبة الخماسية بتاعت الجوينت بيكس طبعا الجرعة بتاعته بتاخد حبيتين بعد الغداء حيبقى مناسب جدا جدا وحاجة مأمونة وفي الاخر مكمل جزاء جافة نظري دكتور بتقول مستخلص الاناناس صح؟ أو خلاصة الاناناس؟ هو الخلاصة بتختلف عن النبات الاساسي؟ اه اللي هي الفايدة اللي جواه أو المادة الاساسية اللي جواه الحاجة اللي ليها فايدة طبية في الاناناس هي دي المادة اللي بتريح العظام أو بتقلل التورمات زي الجينجر نفس الكلام ده الحاجة المادة اللي هي اللي ليها فايدة طبية في الجنزبيل هم اخدوها اه انا قضي ان انا لو كنته بشكل دايريكت هل ده بيسع ولا لا طبعا لسبب ان التركيز اللي موجود في الكابسولة ده معمول بشكل علمي بحيث اني هتحتاجي كمية ضخمة من الاناناس عشان تجيبي جرامات بسيطة من المادة دي مادة البرومالين المادة دي اللي موجودة بالتركيز ده هي دي الفعالة عشان كده في ناس تقول مثلا طب ما ناخد جنزبيل ما نشتبط جنزبيل مش هيعمل حاجة لا بس هو التركيز العالي اللي موجود او التركيز الطبي اللي موجود في الكابسولة اللي معمول بشكل طبي هو ده اللي حيبقى مؤثر فالتركيزات اللي موجودة حتى لو حاجة اصلها طبيعي التركيزات بالطريقة دي او بالمقدار ده هو ده المؤثر طبيا هو ده اللي حيحسسك براحة بس تمام في فيتامينز طبعا يا دكتور بتلعب على المناطق دية الجوينز المفاصل سواء الركبة او غيرها ايه هي ابرز الفيتامينز اللي احنا بنبقى محتاجينها عشان يعني نستهدف المناطق دي اه المالتي فيتامينز او الفيتامينات المهمة للمفاصل عظام يبقى فيتامين دال وكالسيوم على طول اه يعني ما نيجي نتكلم عن عظام هو فيتامين دال وكالسيوم يعني موجود ان نقص فيتامين دال ونقص الكالسيوم بيبقى لهم عامل رئيسي جدا في موضوع خشونة الرجبة الناس اللي عندهم نقص فيتامين دال والكالسيوم ومعرضين أكتر أو مشاكل خشونة الرجبة بتزيد عندهم لذلك برضو الكورس المكمل للموضوع الجوينت بيكس إن في حاجة اسمها فيدي بيكس ده فيتامين دال تركيز 2000 زي ما قلنا الجوينت بيكس بيتاخد قرصين بعد الغداء الفيدي بيكس حباية بعد العشرة تركيز 2000 وحدة دولية ده فيتامين دال وفي نوع كالسيوم بيتاخد صباحا ببقى برضو مهم جدا كالسيوم ستريت اللي هو أفضل أنواع الكالسيوم اللي ما بيسببش بقى مشاكل في المعدة ولا إمساك ولا كلام من ده ولا محتاج حمض معده عشان يمتص اسمه سيدي زد بيكس ده بيتاخد حباية بعد الفطار الصبح والفيتامين دال بالليل وفي النص فترة الغداء بناخد حبايتين جوينت بيكس والحاجات دي كلها سعرها في المتناول بنفس كفاءة الأنواع المبالغ في تمنها المستوردة ده منتج مصري سعره كويس على قد الإيد وفي نفس الوقت فعال جدا عظيم احنا طبعا عارفين العلاقة اللي بين فيتامين دال والكالسيوم لو حضريك ممكن تشرح لنا أكتر إزاي فيتامين دال بيساعد على مستوى الكالسيوم في الجسم فيتامين دال هو زي ما العظام بصفة عامة أو أي بناء بنجني بنبقى عايزين أسمنت ورمل ومية فالأسمنت والرمل دول فيتامين دال والكالسيوم من غير فيتامين دال ماينفعش الكالسيوم يثبت في العظام هم عايزين بعض بيرتبطوا ببعض عشان يتثبتوا في العظام معظمنا معرض لنقص فيتامين دال بسبب عدم التعرض للشمس عدم أخده حتى من الأكل فابنتطر دايما ناخده كمكمل غزائي لذلك بنصح بالفيدي بكس كفيتامين دال مكمل لكرس الخشونة الخماسي يعني زي ما هتاخد الجونت بكس بالقوى الخماسية لتدعيم المفاصل لتدعيم الرجبة لقوة الرجبة ولمرونة الرجبة برضه محتاجين عظام قوية عشان نبني العظام القوية دي محتاجين الكالسيوم اللي هناخده الصبح وفيتامين دال اللي حيثبته اللي حياخده بالليل وفيتامين دال لما ناخده بالليل كمان بيحسن جودة النوم بشكل كبير جدا لانه برضو بيعمل زي توازن هرموني في جسمنا بيقلل هرمون التوتر فبيساعد على نوم افضل طيب يا دكتور الكورس اللي حريك بتقوله ده بالجرعات اللي حضرتك وصفتها دي هل هي مناسبة لكل الاشخاص ام حسب الحالة وهل او خليني النص التاني من السؤال اجلوا بعد اجابة حضرتك هل الكورس ده لكل الاشخاص ايا كانت حالتهم ولا لا هو طبعا احنا بنتكلم في الوقاية او في بداية المشاكل اللي احنا حد عايز ياخد حاجة تحميه من مشاكل الخشونة او قريدي عنده وعايز ياخد حاجة طبيعية بعيدة عن المسكنات بعيدة عن الكيميكالز بصفة عامة دي حاجات طبيعية مأمونة طبعا الجرعات ممكن تزيد ممكن نحتاج في الحالات الشديدة ياخد بقى مسكنات معاها مضادات التهاب معاها في الحالات الشديدة قوي بس طبعا بإشراف الطبيب إنما ده الحاجات اللي هي احنا بنتكلم عن حاجات آمنة مفيش منها مشاكل ممكن ناخدها لجميع البالغين لأي سن مفيش مشكلة مع هذا طبعا لو واحد حامل ومرضع مثلا لازم اكيد بإشراف الطبيب لو واحد عنده مشاكل كبيرة في القلب لازم اكيد بإشراف الطبيب لو حد عنده قرحة في المعدة لازم ياخد حاجة للمعدة معاه او برضو باشرف الطبيب انا لو ما عندكش مشاكل من دي فهو مأمون في الاخر مكملات غزائية بتحن الرجبة من المشاكل اللي كلنا بنتعرق لها حريك جاوبت على النص التاني من السؤال اللي كنت هسأله ان هو يعني الحريك بتقوله ده هيبقى وقاية وعلاج يعني استخدمه لما اكون تعبان واستخدمه لو انا عايز يعني اتحسن تتحسن من الحالة ومثلا الموضوع مثلا خايفة من اخذ مسكنات عمال على بطال الناس كتير بتقلق من كتر المسكنات ومضادات الاتهاب اللي عمال على بطال وطبعا في الحالات الشديدة قوي بقى لازم اكيد الطبيب هيبقى له اراء تانية او اضافات تانية على الكورس هل الكورس ده ممكن اخده مني النفس يعني ابدأ اتواصل معاك ومحتاج الكورس ده ولا لا بتنصح بحاجة معينة في فريق من المتخصصين بيردوا على السفسارات بتاع الناس والمناسب ليهم بيعرفوا الناس عليه والحالات اللي محتاجة اللجوء لطبيب اكيد الفريق المتخصصين بيوجههم للطبيب المختص اه يعني هما الفريق اللي عندكو هو اللي بيوجه المريض مش مجرد انه حد عايز فتدوله لا لا طبعا لا لو في حالة محتاجة طبيب محتاجة جراحة بنوجهه طبعا اكيد للطبيب عظيم الفريق اللي انتو فيه دكتور اللي بيوصي بالكورس ده ايه ابرز الاسئلة اللي بتسألوها للمرضى عشان تعرفوا مثلا ما عرفش الهيستوري الطب التالي اه بالضبط اكيد بنسأل عن هل هو مريض قلب عنده مشاكل صحية هل فيه ادوية بياخدها بتتعارض ما بتتعارضش اكيد كل الاسئلة دي بنسألها برضو بنسأل اذا كان عنده مشاكل في المعدة ما عندوش مشاكل في المعدة كل الحاجات دي لازم وبرضو تحليل اكيد يعني مثلا عملت تحليل فيتامين دال وكالسيم قبل كده ولا لا مثلا حد عندو فيتامين دال بتاعه عالي كويس مش محتاج فيتامين دال حنديله فيتامين دال اه يعني مشاكل من الكورس على بعضه اه هو لو 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 هو تمام مش محتاج خاص واللايف ستايل بتاعه بيفرق اه اكيد طبعا طبعا واحنا دايما بننصح الناس برضو يعني لما تاخد دواء يحسن رجبتك لازم تغير نمط حياتك انك لو وزنك زيد لازم تخس اكيد يعني لو حد مثلا بيضغط على رجبته في تمرين معين رياضة معينة لا احاول تنظم نفسك اكتر لو بيجي لك الام المفاصل اثناء الرياضة لازم تعمل احماء قبل التمرين لازم مع التمرين الحاجات او التمرينات اللي بتضغط على الرجبة تحاول تخفف منها النصايح واللايف ستايل لا مهمة طبعا اخيرا يا دكتور نتواصل معاكو ازاي ونقدر نحصل على الكورس ده ازاي الارقام بتاعتنا واضحة وفيه فريق مختص بيرد عليها هل فيه مثلا بيج على السوشيال ميديا ولا بس الارقام اللي احنا الارقام موجودة وبرضو اكيد الصفحة بتاعتنا معروفة واي حد يتفضل احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور دكتور باهر السعيد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما بنشكرك شكرا جزيلا وكمان بنشكركم مشاهدينا ودايما نخليكم معانا في العيادة على قناة الحياة اهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقرة جديدة من العيادة فقرة هنتكلم فيها عن الدايت وازاي كمان تحمي نفسك وتحمي صحتك من اي مخاطر للدايت اليوم الفري اكتر كلمة بنحب نسمحها اول ما نبدأ الدايت ونبقى عايزين ومستنين اليوم ده بفارق الصبر لكن اقويل كتيرة حول ان هو يوم ولا وجبة المشاكل كتير اللي ممكن تحصل من اليوم ده دانا طبعا نتيجة انك بتاكل كل الاكل المحروم منه في اليوم ده او في الوجبة هل ده مضر ولا مفيد هنعرف كل ده مع ضفتي المنوراني النهاردة في العيادة دكتور سادي فيكتور خبيرة التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة انتاركت فارما اهلا بكي اهلا بكي نبنا يخليكي عايزين نتكلم بقى بشكل كده جميل عن اليوم الفري اليوم الفري هو احساس خطير للناس اللي بتبدأ دايت والناس اللي بتبقى عاملة مجهود خرافي طول الاسبوع بتبقى مستنية اليوم ده تفاصيل ايه بقى اليوم ده وهل هو مضر ليه مشاكل كتيرة بعدها ولا لا هو طبعا اول حاجة بنتفكر فيها يطرى اليوم الفري ده بيبقى امتى يعني مثلا انا خلاص هبدأ دايت وأخدت القرار وخلاص ههوات من يوم السبت هبدأ الدايت بتاعي كل الحاجات دايت يا طرى بقى انا هاخد الفري ده امتى بعد اول اسبوع بعد اول اسبوعين طبا استنى اول شهر طبعا السؤال ده احنا اول السؤال بنسيره انا هناخد اليوم الفري ده امتى فاحنا دايما بنقول في بداية اي دايت احنا بس بنفضل ان يكون اول شهر هو اللي يكون في ضايت وبعد كده نبتدي نفكه ممكن نخليه بعد كده كل اسبوعين او كل اسبوع على حسب استجابة الجسم يعني مش شرط كل اسبوع لا مش شرط كل اسبوع طبعا هي كل واحدة على حسب اكيد بس احنا دايما بنخلي الناس مثلا نقول لهم اول شهر او مثلا اول تلتة اسابيع يكون في ضايت من غير يوم الفريق علشان الجسم بيكون اصلا عنده مخزوم كتير جدا من الكالرز انا لما حد بيتوصل معنا هو طبيعي بيكون بنعاني من سمنا فطبيعي الجسم اصلا فيه ضهوم كتير فاحنا عايزين نخلي بس الجسم الاول يفهم ان احنا محتاجين نحرق الدهون دا او احنا بنعجز اكلنا عشان نحرق الدهون ولا حتى وجبة يا دكتور يعني في اول تلتة اسابيع الشخص بيبقى برضو لسه مش متعود على نظام الحياة ده ناكل بحساب نعمل كل حاجة بحساب في النظام الاكلي يعني ولا حتى وجبة بتبقى مسبوحة في الفترة دي الافضل يعني احنا لما بندي لحد اي نظام غزائي وبنديله معايا كورس مساعد الكورس ده اريدي هيحسسه بالشبع مدة طويلة واحنا كمان في النظام الغزائي ما بيكونش النظام الغزائي ده قوي قوي او نظام فيه حرمان كتير غير طبعا لو احنا بنعمل نظام الكيتوجينك او الكيتو دايد ده بيبقى لي حاجة تانية لكن انا اصلا في النظام الغزائي مش بخلي الناس تحس ان هي محرومة او من الاكل او ان انا عندي لستة ممنوعات طويلة او ان انا بحس بالجوع اصلا دولي اليوم فبالتالي مرة هكتير تفكر بشكل تلقائي تب اخد مثلا حاجة صغنانة كده في النص محدش هيحس بيها والحاجة صغنانة دي ممكن فعلا تعمل معايا فرق بس احنا بنقول للناس ان النظام الغزائي هيكون متوازن يحسسك بالشبع معا كمان الكورس هيحسسك بالشبع فانت مش هتحس ان الموضوع يعني قوي قوي او ان انت زهقت من اول اسبوع وعايز بقى يوم فري او الوجبة الفري بتاعتك او اللي انت خلاص بقى تفكر فيها ايه موضوع الكورس ده دخلنا على طول كده او دخلنا في الكورس نعمل بين زام دايت بالزبط تمام هو الكورس هو عبارة عن الياف الاناسيليم الالياف دي بتعمل عمل بلون المعدة او بتنفش في المعدة فبتملل حيز بتاع المعدة لان هي عبارة عن الياف طبعية من النوع اللي هي بيمتص الماء فانا طبعا باخد كباية الاناسيليم وقبل مثلا الوجبة بتاعتي وبعديها كبايتين من المياه فالالياف اللي في الكوبات اللي انا اسيليم دي بتمتص المياه اللي انا اخدتها في الكوباتين فده بيخليها ان هي حجمها يتضاعف لان هي امتصت المياه ديت فحجمها يتضاعف حوالي مثلا 15 او 20 او كمان حتى 25 ده فاحنا مثلا لو بنتكلم ان حايز المعدة مثلا 100% فاضي لان انا مثلا دلوقتي فعلا جعان وعايز اكل الالياف دي هتساعدني انها هتمل حوالي تلتين حجم المعدة فهيبقى فاضيلي التلت الباقي بس من المعدة فده طبعا بزبطه مع النظام الغذائي اللي انا اكيد محتاجة ان يكون الكورس مكمل لنظام بتاعي او نظام الدايت بتاعي او النظام الغذائي يعني مع الكورس ده برضو بعمل نظام دايت يعني مثلا اكل ماشوي اكل حاجات كده ولا الشخص اللي بيبقى معتاد مثلا عن الاكل اللي مش صحي بنسبة كبيرة ممكن ابطلهله مرة في مرة هو طبعا ما فيش حد ينفع يقطع حاجة مرة واحدة يعني مثلا انا حد متعود ان انا كل يوم باكل فاست فود انا مثلا نظام شغلي بيخليني مجبر ان انا كل يوم اجيب اكل من برا فانا غصبا عني مش هعرف ان انا بقى تريد خدي معاك لانش بوكس وهات اكل صحي وقطع بقى الاكل انت متعود عليه وبتدي بقى كل في اكل تاني فاحنا بنحاول ان احنا واحدة واحدة او خطوة خطوة ان احنا نغير العادات دايت او نغير التفكير دوت بان احنا نحاول نغير الاكل اللي هو من الصحي دوت لأكل صحي ده هيساعدني في كذا حاجة هيساعدني طبعا ان انا اخسر الوزن الزادة اللي انا كلته وفي ناس الوقت برضو بيدي جسمي صحة او بيدينا بخص بشكل صحي لان طبعا الاكل الصحي بيكون في كل العناصر الغذائية اللي انا محتاجها لكن اكل مثلا الصحي مش هيديني كل العناصر دي هو بيبقى فوكس مثلا اكتر على الدهون او الكاربوهيدريت مش هيبقى مثلا فيه نسبة عالية من البروتين او مثلا فيه فيتامينز او منيرلز جسمي محتاجها فطبعا طبيعي الجسم بيفقد كل شوية المعادن والبيتامينات دي عشان كده دايما لو حد تواصل معينا في شفكة انتارجت فارما وهو اصلا متعود على اكل غير صحي الفترة طويلة ممكن نقعد معي فترة نمشي بالتدريج عشان كده بنقطع الوجبة الفري بس اول اسبوعين لو انت اصلا بقالك كتير بتاخد وجبات فري كتير عايش حياتك وانت عايش على الوجبة الفري فاحنا بنحاول بس اول اسبوعين ان احنا واحدة واحدة نغير وبعد كده اه هنطبعا نازم ناخد وجبة فري لان انا بعد ما بعمل ضايت انا بعجز السوقات الحالية الموجودة في جسمي فده بيخلي جسمي غصبا عنه هو محتاج طاقة فانا لازم هفكر في الطاقة دي هجيبها منين بالزبط طبعا هجيبها من مركز التخزين اللي في جسمي لانا بقالي فترة كبيرة عمال امليها لكن بعد فترة ممكن الجسم يبتدي يدخل في مرحلة تعود او مرحلة ادابتيشن انا خلاص بقى انت شكلك كده ده هيبقى انظام حياتك فانت شكلك هتقلل لي بقى في الاداقوي يعني الغرض من الوجبات الفري بالزبط ان هو ادي كده للجسم تنبيه لا هو مش هتفضل ماشي عن نظام ده بما معناه يا دكتور ان الجسم بيمشي عن النظام محدد فترة وبعد كده بيعتاد عليها فمش هنلاقيه بعدين ان هو خس المطلوب منه بالزبط لان في ناس كمان بتحرم نفسها جامد من الاكل وبعد كده تقول انا مخستش ان انا جسمي هو مش مترجم ان انا بعمل نظام غزي هو بالنسباله انت دخلتلي اكل ان الاكل دوت هيخد منه كربوهادات اخد منها طاقة هيخد منه بروتين اه ابني بالخلايا والانسجة والعضلات والمناعة والكلام دوت هتديني دهون هاخدها برضو اطلع منها طاقة بشكل معين فانا جسمي مش فهم انا بعمل نظام غزي مثلا مستمر لمدة شهر هتعايز خسه لي فانا بمشي على النظام الغزي وفعلا بعمل عجز في السعرات وفعلا ببتدي بقى هو يترجم ان لأ ده الاكل اللي انا باخده دوت مختلف فانا بقى لسه محتاج طاقة فانا هبتدي احرق بقى من الدهون اللي موجودة في جسمي بس انا خلاص بعد شوية انت خلاص انت شكلك هتبقى كده فانا السيستم بقى هبقى متعود عليه فبرضو هكيف نفسي ان انا هاخد الطاقة من الاكل اللي انت بتقول دوت وبرضو هخزن حبة تاني واللي افضل تحديده طبعا للدكتور يعني ممكن دكتور يقولك كل اسبوع كل اسبوعين على حسب احتياج الجسم فانا انا دي حكت عليه بواجبة في النص الواجبة دي كان فيها سعرات حرقية اكتر من انا كنت متعود عليها ففاجئته فعمل فلاس شرمون طب يوم ولا واجبة لا واجبة ايه ده دي دي مفاجئة ايه ده زعلت منك ليه احنا بنقول الموضوع ده لحاجتين انا مثلا متعود ان انا مثلا بياخد عدد كالوروز معين ففي الواجبة دي انا زودت عن عدد الكالوروز ده حاجة بسيطة مثلا 500 او 600 كالوروز ياد لكن انا عدت هيكل طولي اليوم فتحت طولي اليوم يكون فريق هاخد اكتر بكتير قوي من الكالوروز انا متعود عليها حتى لو خدت في الواجبة دي مشروبات غازية حاجات مقلية يعني كل حاجة انا محرومة منها من سبهم يتبستو اه يعني اه يعني مش بنخم عليهم قوي في بقى في اليومي في اي ده بتاعك حلوة قوي شفت نس قدام عيني بتحصل لها كوارث بعد الواجبة الفريق بالذات لما تبقى معتادة على نظام غذائي بقالها فترة كوارث دي زي ايه مثلا انتفخت في القولون الام تقلصات وما الى ذلك وممكن تودي بيها الى الغثيان ايه المشاكل اللي بتحصل لو انا تقل تقوي في موضوع الواجبة الفريق حشان كده بقى احنا دي البوينت اللي احنا كان داخلين علي ليه هو واجبة مش يوم احنا انا ما بنقول الناس هو واجبة لان خلاص انا راضيت نفسي او راضيت حالة ان انا محتاج واجبة فريق اكثر بيها النظام اللي انا متعود عليه لكن انا لو عدت طولي ليوم بااخد اكل اكل كتير انا مش متعود عليه بذلك انا مثلا احتي فترة مش باكل اكل كتير معلي مش عارفة متعودة عن المسلوق مثلا والمشوي ده بيخلي الكولون خلاص اتعود او المعدة كمان اتعودت لما اجيي بقى في اليوم الفريق افتح قوي اواكل كتير قوي اوا�طولي على مدار اليوم كله باكل اكل كتير مش صحي طبعا ده هيعمل لي عصر هضم كبير جدا هيعمل لي مشاكل في الهضم هعمل انتفاخات ده غيرنا كمان احنا بنخاف من حتة النفسية شوية ان هو لحد الماء الضايت برضو ان انا فيه اكل انا معين بخلاص بحول ابطله فلما رجع له تاني وارجع بقى تبسط به تاني فالهو ممكن يبقى ان انا خلص بقى اليوم الفريد دوت وارجع تاني من بكرة هعمل ضايت هتحن تاني هتحن تاني للاكل اللي مش صحي فدي برضو حتة في النفسية لحد الماء برضو بنخاف منها او بنعمل له حساب ان احنا بنخاف ان هو يضعف او ان انا خلاص مش قادر فعلا فانا هكمل بقى ايه خلاص مش قادر بقى ارجع تاني لقرار الضايت فاحنا برضو ساعات في الوجبة الفريقة او مثلا العزومات او الخروجات فيه ناس بننصحها انك ممكن على فكرة تاخد الاناثيليم قبل الخروجة او العزومة ديت بكس في الشنطة وقبل مثلا الاكل او الوجبة اللي انها كلها بياخد الاناثيليم فزبط معايا الشابع شوية فانا خلاص في العزومة هيكل واعظمت ميزة الكورس انك ممكن تاكل بس بكميات محددة بكميات محددة احنا يعني طبعا في نظام الغذاء احنا بنعتمل على تصبيت الكمية وطبعا تصبيت نوع الاكل بس انا برضو مش يعني مش هنخلي الناس تبقى طول الوقت حربة نفسها قوي لان برضو ده هيترصف على البطن ان انا محروم جدا او ان انا مش قادر او الضايت ده صعب او الرحلة دي صعبة وانا خلاص اتخنقت او مش قادر فانا بقى ازهقت وعايز اعمل استوب او عايز اوقف فانا طبعا قبل الوجبة الفريه ممكن الناس كتير تقولك طب انا خارج مع صحابي انا عندي عزومة انا مثلا عندي عيد ميلاد ومحتاج اكل مثلا تورتة او جاتو او ده عيد ميلادي فانا منفعش بعيد ميلادي وماكلش مثلا حلويات او تورت او جاتو او كده فبرضو ساعات دايما او يعني معظم الناس بتنصحها ان انت ممكن تاخد كورس الانثي اليم قبل الوجبة ديت او قبل العزومة ديت قبلها بقى اي Evろう او عندي الاكل بساعة او مسلا بساعة اللي ربع او ده هيساعدنا ان احنا او هناكل اللي احنا كان نفسنا فيه في العزومة او في العيد ميلاد او في الاحتفال الان فيه واو في Cena holike انا ما فتحتش اوي في الكميات يعني ما خلتش كماية كبيرة ان انا برضو ده ساعدني ان انا احس وفي ناسات انا برضو رضوتر رغبتي ان انا ديواج ومسلا ممكن تبقى الفريب بتاعتي واكلت اللي انا نفسي فيه زي ما دايما كده بيقولك دوق دوق من كل حاجة عشان ما تطقيش نفسك في الاخر الكميات اللي هتاخدها او اعجابك بالاكل ده هيوديك في حتة تانية خالص بالزبط يعني احنا دايما بنلعب على العامل النفسي ان احنا بنقول للناس ان الضايت مفيش حاجة اسمها حرمان وفي ناس اللي قد ما نفعش بقى لما تديهم نظامك زي يقولي انا عندي مثلا خروجة او عزومة او مسلا انا خارج اقول لهم لا انت مفيش تخرج عشان ما نفعش تاكل الاطل اللي من برا ده فاحنا بقى بنساعدهم بعامل مساعد تاني او بطريقة تانية مساعدة انها تساعدهم ان هم يحسوا بالشبع وبردو اكلوا الاكل اللي احنا اكلناه هو طبعا هيدينا كالوريز اكتر من اللي انا كنت متعود عليها بس برضو مهدكنيش فلش قوي قوي لجسمي من الكالوريز اكتر بكتير اوي من انا كنت محتاجه إحنا طبعاً لما بنكل أكتر من اللي إحنا محتاجينه هرمون الإنسولون هيفرز بشكل أكتر لكن ما بقاش كتير قوي 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 علشان برضو الجسم ما يدخلش بقى في مراحل عصر هضمة أو انتفاخ أو بطني واجعيني أو كل مشاكل ممكن كمان تحصل أو أنا حاسس بانتفاخ قوي فأنا مش قادر أتنفس كل برضو مشاكل دي ممكن تحصل أنا طولي اليوم قاعد مشروبات بقى غازية وشوكلت وشبسي ومش عارفة وأكل فاست فود وشنك فود والكلام ده كله حاجات زي ما يقولوا كده الحاجات التسالي دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا هي نفس فكرة يا دكتور الشبع يعني بيقولك أما توقف عند وجبة أو تحس أنك شبعت في وجبة أقف هي الأنسيليم الموضوع العكس بيديك إحساس بالشبع علشان ما تدخلش قوي في الموضوع بالضبط هو طبعاً إحنا في ناس كتير كمان من التواصل معينا في شركة أونتارجت فارما بيقولنا أنا ممكن أخد الأنسيليم وحيس أنا مش قادر أكل أنا شبعين فوجبة الغداء اللي انت مدهاني مثلاً في النظام الغذائي دي أصلاً أكتر بكتير من اللي أنا كنت اللي أنا عايزه أو أنت مان اللي أنا قادر أكله فده برضو بيحسس الناس أنه إيه ده لا ده فعلاً أنا حاسس بالشبع وحاسس أن أنا مش مليان قوي وبرضو أنا قدامي الأكل أهوت وأنا يعني ممكن أكل ممكن ما كلش يعني الأكل قدامي وأنا مش حارم نفسي منه أنا فعلاً حاسس بالشبع أو حاسس أن أنا مش قادر أكل كل الكمية ديت فده برضو بيلعب في العقل البطن أو بيلعب في النفسية أن أنا بعمل الدايت وأنا مبسوط وبعمل الدايت وأنا حسس أن الدنيا مش صعبة أو مش مستحيلة أو ممكن أكمل عليه فترة طويلة كمان حلوة قوي وإحنا بنتكلم عن ده جالي تخيلات كده الأطفال يعني ممكن يكون الموضوع ده بيساعدهم جداً يعني الدايت مش هينفع لطفل بشكل كبير بذاته كمان الأطفال بالنسبة لهم المغريات الكتير بره أيوة طبعاً حلوياتهم وهم كمان في المدرسة وحلويات والحاجات الكلام ده كله بالزبط في الأطفال احنا طبعاً الطفل محتاج أن هو يتغذى ومحتاج كمان يتغذى بشكل معين علشان ده يساعد جسمه أن هو ينمو يساعد العقل يساعد الزكرة يساعدهم في التحصيل الدراسي يساعدهم كمان هرمون النمو يشتغل في الجسمه بشكل صح وإن إحنا نبني عضمه ونبني عضلات وإن كمان الأطفال بتتحرك كتير جداً يمكن أكتر كمان مننا فإن أنا مثلاً لو أنا بدخلت بدأت مع طفلي من الأول بنظام مخزائي غلط أو أنا عودته بقى على أكل برة أو عودته على المقليات الكثير أو عودته على الكلام ده وبعد فترة حاسيت أنه هو فعلاً وزنه زايد وأنا مش قادرة أتحكم في الموضوع ده أنه هو خلاص بيطلب الأكل ومش عايز يأكل الأكل تاني الصحي أو اللي أنا بعمله أنه هو بالنسبة له أكل طعم ومش حلو أو مش اللي أنا متعود عليه أنا متعود على الأكل التاني فلما بنساعدهم بكورس الأناسيليم إحنا بنلعب على عاملين معهم إن الأناسيليم طعمه حلو لأنه هو طبعاً طعم أنانيس مسكر فهيشربه هو مبسوط ومش من دايق فكرة الطعم دي حاجة مهمة جداً وخنائت قبل أي دوا والكلام ده كله بنسهل على الموميز أو الأمهات الموضوع الصعب ده وديني أنا يعني كلنا بنعاني منها أي موضوع تغييرات الفصول ده بتخلي طبعاً نزلات البرد والمشاكل اللي بتحصل ونقص مناعة وكده كل الحاجات دي طبعاً بتعمل مشاكل ففكرة الطعم ده مهمة قوي للأطفال آه طبعاً وبرده في نفس الوقت أنا حسست الطفل بالشبع من غير ما نحرمه أنا برضه هأكله وهعمله نظام غزائي مختلف عن حد كبير أو حد عايز ينزل في الوزن وهديره كمان عامل مساعد إن هو يبدل عادي طول اليوم يتنطط ويلعب ويروح المدرسة ويعمل هومورك بتاعه فأنا برضه بساعدهم بكذا شكل وبرده بدي للطفل آه ممكن كل فترة حاجة مسكرة أو حاجة هو بيحبها علشان تشجعه أو إن أنا تدي له حافظ أو حاجة تبسطه عشان يكمل اللي راحنا بتاعتي وممكن أسا ما يعرفش يعني هو ما يعرفش إحنا بنحاول إن رضيهم كده علشان ما تحسسونش إنك على قدر الإمكان إن هو محروم من حاجة بلزبت طيب التواصل يا دكتور معاك وزي إحنا طبعا القوم الموجودة على الشاشة ممكن من خلال المكالمات أو من خلال الابليكيشن الواتساب موجودين على السوشيال ميديا على الفيسبوك صفحة انتارجت فرما على الفيسبوك دي الوفيشيال بيتش بتاعتنا ممكن كما يتوصل معنا من خلال صفحة دكتوران هالحافظ خبيرة التغذية ممكن كما يتوصل معنا من خلال انستجرام صفحة انتارجت فرما على انستجرام كويس جدا أي موقع من ده أو أي أبليكيشن من دي يعني بيبقى فيها تواصل على طول من الخبراء والمتخصصين شكرا جزيلا دكتور سالي ذاكتور خبيرة التغذية العلاجية لدى شركة انتارجت فرما شكرا جزيلا العفو علي نروح مع حضراتكو لمشاركة لشركة أوركيديا للصناعات الدوائية في واحد من أهم الأحداث الطبية في مجال صحة المرأة وهو مؤتمر قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس في نسخته الخامسة والعشرين بحضور أكتر من 1500 طبيب بتعدها دي هي المشاركة الأولى لأوركيديا في هذا المؤتمر تميزت مشاركة أوركيديا بعرض أحدث منتجتها في السوق المصري مثال فولد والخاص بالوقاية من تشوهات الأجنة وحماية أيضا صحة الأم والجنين كما عرضت منتج لايبوفاريك فولك وطبعا هو منتج بتقنية مبتكرة تقنية اللايبوسوم واللي كمان بتكون ضمن أفضل امتصاص للحديد من خلايا الجسم وبيدعم أيضا إنتاج خلايا الدم الحمراء وبيقلل من الأثار الجانبية ولكثير من التفاصيل جديد بالذكر كمان مثال فولد أول منتج في مصر بيمتزج ما بين حمض الفولك النشط وبي 12 من أهم الفيتامينات اللي بتحتاجها المرأة الحامل وبيحقق طفرة نوعية اقتصادية في مجال الصناعات الدوائية في مصر بعدما كان الاعتماد كليا على استيراده من الخارج وبأزعار باهزة نتابع بحضراتكم دي الحقيقة أنا بشارك في مؤتمر كل التطبعين شمس أظن اليوبيل الفاطي النهاردة في المؤتمر ده ببريزنتيشن عن الولادة القيصرية أسباب الزيادة أو الارتفاع الزايد قوي في معدلات الولادة القيصرية في مصر والأسباب والتوابع الاقتصادية على هذا الكلام والاستراتيجيات الممكنة لمكافحة الزيادة دية وصول الإقلال منها أهلا بيكو طبعا في المؤتمر 25 لقسم أمراض نيسا قسم أمراض نيسا اللي ما يعرفش بجامعة عن شمس من أقوى الأقسام ونحن نحضر نهاردة العيد الخمسة وعشرين للمؤتمر ده بحد ذاته نجاح من ضمن الشركات الحقيقة بعشيد بشركة دوركيديا اللي أول مرة تشارك في المؤتمر وعندهم منتج يعني اسمه مش بدعاية إنما هو منتج مطلوب الميثال فوليت من الحاجات المهمة اللي هي للحوامل أو اللي هم مقابلين على الحمل للمنع التشوهات الخلقية بالذات في العمود في الاسمين الكورد أو في جهاز العصبي مؤتمر أسوجيك دايما بيحرص أنه يبقى المؤتمر رقم واحد في أمراض النسا والتوليد في مصر وبالعكس كمان بتانيها في الشرق الأوسط يبقى أكبر مؤتمر فيه من حيث الحضور من الأطباء ومن المشاركين ويمكن النهاردة كمان الشركات بتحرص تشترك فيه وشركة أوركيديا من الشركات الجديدة أو في النسا يعني هي معروفة تقطور عمرها بالنسبة لأنها شركة من الشركات الأفصال المنجي المرض الرمض إنما هم للوقت بتاديوا يخشوا مجال النسا عشان كده حرصوا يبقوا مشتركين معنا في مؤتمر أسوجيك عشان يبقى مؤتمر رايد مع شركة رايدة في حاجة تانية ويبتادي أقدمونا منتجات يمكن عندهم منتجين جداد قوي منتج مسايل فريد ده أصلا منتج كان متوفر في مصر مستورد فقط هم أول حد يعملوا مصري ذا التقنية جديدة قوي في الحديد في لايبوفريك آيرن اللي هو لايبوزوم الآيرن تقنية جديدة في الحديد بمشاكل أقل وأهم حاجة إحنا موجودة في المؤتمر السنادي الاهتمام بصاحة المرأة بما يتعلق من الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن الأورام بالذات أورام عنق الرحم وكيفية تجنبها ومرض بطانة الرحم المهاجرة والأمراض اللي تخص الجنين سواء أثناء الحمل أو بعد الأولادة والتأثير الممتد على الجنين ما بعد الأولادة إحنا شركة أوركيديا موجودين في السوق المصري من سنة 96 بس أول طبعا كنا شركة متخصصة في مجال أدوية العيون وبعنا سنتين عندنا توسعات في مجال المكملات الغذائية والحمد لله إحنا دايما كشركة أوركيديا بنتميز إن إحنا بنقدم للسوق المصري منتجات متميزة في طريقة الميكانيزم وفي أكشن بتاعتها أو طريقة شغلها وكمان بيكون لها أقل صايد إفكس للمرضى إحنا متواجدين النهاردة في مؤتمر جامعة عين شمس في نسخوت الخمسة وعشرين إحنا بنتشرف أننا نبقى موجودين طبعا في المؤتمر وأول مرة إحنا كشركة أوركيديا نبقى موجودين في المؤتمر دوت نتيجة دخلنا بالمكملات الغذائية آخر سنة دي السنة دي إن شاء الله أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم مشاهدي العياد على قناة الحياة بنرحب بيكم وبنتمنى تكونوا دايما في صحة وعافية حالات الصفر أو انعدام الحيوانات المنوية واحد في المية من الرجال عمتن دي الإحصائية بتقول كده وخمستاشر في المية من الرجال المصابين بالعقم بيعانوا من حالة الصفر أو انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي طبعا بتبقى خضة وبيبقى فزع ورعب كبير وحاجة غريبة إنه شخص يسمع المعلومة دي عن نفسه ولكن الطب كل يوم بقى فيه جديد وبقى فيه علاجات كتيرة بنسمع عنها بر مصر وجوه مصر ومصر الحقيقة بتتفرد كمان بمراكزها وخبراتها بعلاجات وبأحدث العلاجات كمان في هذا المضمار تحديدا واستعادة خصوبة الرجل من جديد وقدرته على الإنجاب بشكل طبيعي في فقرتنا دي هنتكلم تحديدا عن الجديد ايه آخر ما توصل ليه العلم والطب فيه علاج حالة الصفر أو انعدام الحيوانات المنوية مع أحد الخبراء في هذا المجال الأستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة ويق العقم ويق الضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة وزميل يونيفرسي كولوج لندن بإنجلترا ومدرس بكلية الطب جامعة أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا يعني ايه بقى نفهم الأول كده ايه المعدل الطبيعي اللي على أساسه نقول لا ده فيه انعدام أو فيه ندرة طيب أنا مصد جدا أنا مع حضرتك النهاردة وانحنا هنتكلم عن موضوع يعني مهم قوي ومنتشر اليومين دول جدا جدا وهو انعدام الحيوانات المنوية أو الترم بتاعه اسمه آزو سبرميا دلوقتي الناس بقت يعني بتسمع الكلام آه عارفين حالات الآزو يعني الحالات اللي ما عندهش حيوانات منوية تعريف القصة دي ان مريض ما عندهش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي ووجود حيوانات منوية يختلف عن وجود السائل ودي الاشكالية بتيجي من هنا يعني ممكن يبقى فيه سائل منو وبينزل عادي خالص ولكن جوه السائل ده ما فيهش حيوانات منوية خالص وده اللي بيخدع المريض ممكن ناقي نفسه أموره كويسة تجوز القدرة الجنسية عنده كويسة اللي الحمل تأخر مراته قعدت تكشف تعمل أشعات وتحليل وفحوصات وفي الآخر دكتور النسي يقوله طب ما تعمل لي كده تحليل سائل منوي يطلع صفر فتعريف انعدام الحيوانات المنوية ان ما فيهش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي وده يؤكد بتحليلين على الأقل ده مهم أوي جاي مرة جاي كتير يعني بس recently مريض جاي برضو مخدوط جدا ما عنده تحليل معها تحليل سائل منوي صفر بس عمل واحد بس فلما شفت التحليل لقيت كمية سائل منوي قليلة قوي غالبا العينة مكتش مزبوطة هو ما جابش العينة كلها في الكوباية لما طلبنا تحليل تاني ما كشفت عليه لقيت أمور كويس قلت له أنا شاكك ان التحليل ده مش مزبوط عمل تحليل مرة تانية ونصحته طبعا ان ازاي يتعمل تحليل سائل منوي وازاي يجيب العينة كلها في الكوباية طلع التحليل طبيعي تمام فالتشخيص مهم لازم تحليلين سائل منوي على الأقل ويكون ما فيهمش حيوانات منوية خلص يبقى كده المريض ده بينطبق عليه تعريف انعدام الحيوانات المنوية المشكلة منتشرة ولا لا هزي ما حضي قلت في الانترو ده منتشرة جدا 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 ويمكن هي زادت عن قبل كده ممكن يكون زادت عن قبل كده عشان الوعي بدأ يزيد والناس بدأت تكشف وتروح وتعمل فحوصات أو يكون الأسباب فعلا بدأت تزيد زمان كان الواحد بيتجاوز ما رزقش بالأولاد خلاص الناس كلها عارفين فلان وفلانة ربنا ما قدرش ان يبقى عندهم أولاد انما لا كشفوا ولا عملوا فحوصات ولا عرفوا السبب في الزوج ولا الزوجة الدنيا كانت مستخبية شوي دلوقتي بقى فيه وعي والناس بتسعى وبتعمل فحوصات وبدأ يظهر قد إي حالات الآزوسبرميا أو انعدام الحيوانات المنوية منتشرة هي بتمثل زي ما حضي قلت 1% من كل الرجال حوالي من 10-15% من الناس اللي عندها انعدام عندها تأخر إنجاب لو جبنا الشريحة بتاعت رجالة اللي عندها تأخر إنجاب هالليها 10% منهم صفر عندهم مش حيوانات المنوية خالص فالمشكلة منتشرة جدا وبتؤثر على المجتمع كله يعني الزوج والزوجة وقدرة الراجل عنه هو يشتغل وينزل ويعيش حياته طبيعي الموضوع ده بيشغل زهنه وتفكيره وبيأثر عليه بشكل كبير وفي بيوت كتيرة ممكن تتهت بسبب المشكلة دي إذا أنا ما ساعتش في العلاج صحيح بس حضرتك بتجاوف أول إجابتك لما قلت منتشرة في الفترة الأخيرة دي جي في دماغي إن ربما يكون في عوامل أو أسباب قدت لانتشارها مش موضوع إن الناس اكتشفتها ولا لا حياتنا فيها حاجة غلط ما دي النقطة التانية ممكن يكون الوعي زاد فبقية الناس بتكشف ونقطة تانية للتلوث واللايف ستايل اللي احنا عايشين والظروف اللي حوالينا كل ده ممكن يؤدي إلى برضو تأثير في وظيفة الخصية بشكل عام وقد يؤدي إلى تأثير شديد في وظيفة الخصية ويصل إلى الأزوسبرميا أو نعدام الحيونات المنوية هل السبب فعلا إن في عوامل خارجية قدت إلى زيادة اكتشاف حالات الأزوسبرميا أو نعدام الحيونات المنوية ولا الناس بدأت تكشف وبدأ يظهر الحاجات اللي كانت مستخبئها قبل كده ما نقدرش نقول بس يعني في كل الأحوال الموضوع منتشر والحالات بتزيد يوم بعد يوم الحالات بتزيد طيب بما أن الفقرة مخصصة طبعا للعلاج يا دكتور إيه أحدث حاجة توصل لها حتى الطب هنا في مصر طيب يعني هو حقول لحضرتك إيه الحديث ولكن لازم قبل ما نقول إيه الحديث نقول الدنيا والعالم كله توقف عند إيه دلوقتي يمكن أن يكون شغال في إنجلترا فترة طويلة اللي بيتعامل هنا زي اللي بيتعامل هناك ويمكن أحسن وأقول لحضرتك أحسن ليه لأن هم هناك الأمور عندهم بسيطة في حاجات مسموح بيها هناك مش موجودة هنا يعني المريض النعداء من الحيوانات المنوية لما بناخد له عينة ميكروسكوبية من الخصي هناك في إنجلترا وما لقيناش حيوانات منوية بسهولة جدا 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 بيلجأ للدونر سبيرم أو الأدوبشن اللي هو أخذ حيوانات منوية من بنك السائل المنوي مش بتاعتي بتاعت حد تاني وده مش مسموح عندنا لا دينا ولا خلقا ولا قانونا أو إن أنا أتبنى الأدوبشن إن أنا أتبنى طفل مش ابني وأسميه باسمي فالاختيارات دي مسموح بيها بره عادي خالص فما بيرهقوش نفسهم في العلاج أنا عملت عينة ما فيهاش دونر سبيرم أدوبشن فول ستوب الموضوع خلص عندنا في مصر عشان إحنا طبعا دينا وأخلقنا يعني حتى في الدين الإسلامي أو دين المسيحي لا تسمح بهذا فإحنا بنرهق نفسنا جدا جدا في علاج نعدام الحيوانات المنوية أنا ما عنديش الاختيارات السهلة اللي موجودة بره يا إما يبقى عندي طفل من صلبي يعني أو مش هعمل أي اختيارات زي بره فإحنا بنعمل هنا حاجات أحسن من بره يعني أنا دعي هذا طب بنعمل إيه بقى العالم كله وقفين مريض نعدام الحيوانات المنوية بيتعالج على خطوتين أنا دايما بقول للمرضى الكلام ده الخطوة الأولى أنه يتحضر كويس الخطوة الثانية بعد التحضير إن إحنا نعمل مسح ميكريسكوبي ندور على حيوانات المنوية جو نسيج الخصية ذات نفسه طيب الخطوة الأولانية هي التحضير دي عبارة عن إيه دي عبارة عن إن أنا أعالج أي مشكلة إضافية مزودة تعب الخصية زي؟ يعني السبب الأساسي إن النسيج الخصية ضعيف طيب قد يبقى فيه يعني حاجات خارجية تزيد الطين بلا زي ما بيقوله زي دول الخصية ممكن المريض يبقى عنده ضعف في نسيج الخصية وعنده دولي قد كده يبقى أن هذا الضعف ازداد للضعف تقريبا بسبب دولي الخصية من برضو الحاجات المشهورة قوي الخلل الهرموني وبالذات انخفاض ال-FSH الخلل الهرموني ليه أنواع كتير يمكن ممكن نكلم عليه في حلقة لوحده ولكن من أشهر أنواع الخلل الهرموني اللي بتحسن وظيفة الخصية انخفاض ال-FSH تمام؟ فيه أسباب تانية زي الالتهابات زي التدخين كل الحاجات دي ممكن تزود ضعف نسيج الخصية يبقى أنا المفروض أعالج الأسباب دي الأول كتحضير ورقم اتنين بعديها بفترة أعمل المسح الميكروسكوبي إذا ما ظهرش حيوانات منوية بشكل طبيعي في السئل المنوية ممكن في قصة حابب أن أنا أحكيها للسادة المشاهدين وحضرتك توضح إزاي بنعالج انعدام الحيوانات المنوية كان لسه قريب عندي من حوالي 3 أو 4 شهور مريض عنده انعدام حيوانات منوية ما عملش أي حاجة قبل كده وجاء لي قال لي يا دكتور أنا رحت الدكاتري كتير وقالولي أنا حنعمل العينة من الخصي فأنا قلت له والله ده بيبقى الخطوة رقم اتنين مش الخطوة رقم واحد حضرتك بعد الفحص والأشعات والتحاليل عندك دوالي كبيرة جدا جدا يجب علاجها بتشرب سجاير لازم توقف السجاير عندك الخلل الهرموني الأشهر فأنا لو عملت لك عينة خصي على هذا الوضع أنا بظلمك وده مش الصح إنه هو يتعامل قال لي خلاص حالك تشوفه عملنا له عملية الدوالي خدنا علاج تعويضي للFSH وقف التدخين جالي بعد 3 شهور معاها تحليل سائل منوي 40 مليون في الملي وده تحسن طفرة يعني ما ظهرش مثلا 100 ألف ولا عشرة 40 مليون في الملي قلت له ده ممتاز جدا مش هنعمل عينة خصية بعدها بشهرين جالي قال لي أنا امراتي حملة أوقف العلاج ولا ما أقفش العلاج الشاهد لما علجنا الخصية الأول وحضرنا الخصية كويس ظهرت حيوانات منوية وتجنبنا حتى عينة الخصية فالخطوة الأولى تحضير الخصية وعلاج الـ External Factor's أو عامل خارجية اللي بتزود ضعف الخصية دي خطوة لا غنى عنها بتؤدي إلى حاجة من اثنين يا إما يظهر حيوانات منوية بشكل طبيعي في سائل المنوي أو أتليست على الأقل تحسن فرص نجاح العينة الميكروسكوبية لما نعملها بعد كده فالعالم كله بيعمل النقطة دي بنحضر المريض كويس خطوة رقم واحد خطوة رقم اثنين نعمل مسح ميكروسكوبي مسح ميكروسكوبي يعني ندور جوه الخصية باستخدام الميكروسكوب الجراحي تشوفيها حيوانات منوية ولا لا العالم كله وقف عند النقطة دي طيب أنا وأنا يعني بدور كده في الموضوع وببحث لقيت دراسة بس حريك أقول لي طبعا هي حديثة موجودة مش موجودة كانت برضو في إحدى الجامعات هناك في أمريكا عن حاجة بتسمى الخلايا الجذعية المنوية إنه لقوا إنه الأطفال بيتولدوا بيها وهي ما بيحتاجوهاش غير بعد البلوغ فبالتالي فيه سر هنا في الخلايا دي إنها ممكن تستخدم بشكل أو بآخر هكتعلق لي عن موضوع متاز جدا داي جيبنا بقى للسؤال اللي حضرتك سألته من شوية إيه هو الجديد إحنا عرفنا العالم وصل إيه إحنا وقفين فين دلوقتي هل فيه أمل مختلف في المستقبل آه فيه أمل مختلف في المستقبل لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دي ما فيش حاجة تتعمل أكتر من التحضير الجيد ثم المسح الميكروسكوبي ممكن كمان سنتين تلاتة أربعة زي ما ربنا يأذن يعني الحاجات الجديدة دي تنجح طب إيه الحاجات الجديدة دي زي ما حديك قلت رقم واحد خلايا جزعية الخلايا جزعية دي باسمها استيمسل الاستيمسل دي خلية قابلة للتميز والاختلاف لأنواع مختلفة من الأنسجن يعني ممكن أجيب الخلايا دي أحطها في بيئة معينة تكون خلايا عصبية أحطها في بيئة معينة تكون حيوان منوي أحطها في بيئة معينة تكون خلايا عضلية وهكذا ففيه أبحاث ضخمة جدا في العالم كله شغالة على النقطة دي هل في مريض في العالم كله أنجب أو كون حيوانات منوي بيخلايا جزعية لغاية دلوقتي للأسف ما فيش احنا نأمل أنه في المستقبل إن شاء الله تبدأ تنجح وتبدأ تطلع حيوانات منوية دي رقم واحد رقم اتنين في حاجة اسمها يعني تصنيع حيوانات منوية خارج الجسم إن أنا أخد عينة من الخصية أحطها في كالتشر أو في حضانة معينة والأنسجة دي تبدأ تنقسم وتكون حيوانات منوية خارج الجسم ما هي جوة الخصية مش شغالة؟ لو حطتها بره في بيئة معينة ممكن تبدأ تشتغل في عالم اسمه أجاوة في اليابان شغال على الموضوع ده أنا حاولت أكلمه كتيره حاولت أروح له بس ما وفقتش يعني لو الأبحاث دي نكحت هتبقى حلوة خالص كل العينات السلبية ناخد عينة من الخصية ما نلاقيش فيها ممكن نعمل لها المزرعة دي وتكون بس غاية دلوقتي برضو لسه تحت البحث في أشعات بقى كتيرة ظهرت برضو دلوقتي بيجربوها على الحيوانات عزكم الله يعني على الفران وعلى حيوانات التجارب والحاجات زي كده أشعات مقطعية دقيقة جدا وأشعات ليزر معينة بتبين لي فيه حيوانات منوية جوه الخصية دي ولا لأ قبل ما تتفتح دي حاجة مهمة أول يعني بتسأل السؤال ده كتير مريدي يقول لي يا دكتور مفيش أي أشعة أو تحليل أو أي فحص أعرف بيه قبل العملية الخصية دي فيها ولا ما فيهاش عشان لو فيها نفتح ما فيهاش ما نفتحش للأسف لغاية الوقت ما فيهاش الحاجة الوحيدة اللي تقولي الخصية فيها ولا ما فيهاش إن احنا نفتح وناخد منها عينة بالميكروسكوب ونشوف فيه حيوانات منوية ولا لأ لو الأشعات والسبيكتروسكوب الحاجات الجديدة الحديثة اللي بتتعمل دي نكحت وبدأت تطبق على الإنسان ونكحت فعلا هتعمل طفرة كبيرة أنا هعمل الأشعة دي للمريض طلع فيه حيوانات منوية في الخصية نفتح ونطلعها ما تلاقش يبقى احنا في غنى عن إن احنا نعمل الجراحة فكل ديت يعني آفاق جديدة جدا وحاجات حديثة جدا جدا نأمل من الله سبحانه وتعالى أنها هي يعني تبدأ تتطبق وتبدأ تجيب نتائج كويسة عشان ندي أمل للناس دي يعني أنا أكتر مريض بيصعب علي هو مريض انعدام الحيوانات المنوية بعد ما نحضره ونعمله المسح الميكروسكوبي ما نلاقيش فيه حيوانات منوية في الخصية فرصة نجاح المسح الميكروسكوبي 50% يعني نص المرضى بنلاقي فيهم ونص التاني ما بنلاقيش يعني أنا فعلا ببقى متأثر جدا ويمكن حتى لما بروح البيت يوميها ببقى حزين جدا جدا لأن أنا ما وفقتش في ربنا ما أزنش يعني بنبذل كل اللي نقدر عليه بس 50% بنوفق 50% ما بيوفقش ودايما المركز عندنا بيكون الناس بتعيط يعني اللي وفق بيبقى دموع الفرحة واللي ما وفقش بتبقى دموع الحزن يعني فموضوع شوية طبعا أنتو بتحيو إنسان وغسرة من الأول بجديد أنا دايما شغل الشغل حتى وانا نايم سعيد بأحلم بالحاجات دي شغل الشغل إزاي ندي أمل لمريض انعدام الحيوانات المنوية اللي تعمل له عينة خصية ومطلقش فيها فدايما ببحث في الحاجات دي وإحنا يعني على حرة من الجمر إن تبدأ الحاجات الجديدة دي تتطبق على الإنسان ونبدأ نطبقها ويعني نوفر دي الحاجات دي للمرضى بتوعنا كل الحديث اللي احنا تكلمنا عنه ده مصر مواكبة يا دكتور يعني إحنا في ذليتست يعني أنا قلت حضرتك يعني كنت شعال في إنجلترا إحنا أحسن من هناك هناك ما بيرهقش نفسه أما تعبش نفسي أنا عملت عينة خصية حتى لو عادية ملقتش روح للبنك بتاع السائل منوي خد لك عينة وخلاص هنا لأ إحنا حريصين جدا نحضر المريض كويس المسح الميكروسكوبي ممكن أقعد ساعتين بعمل المسح الميكروسكوبي بدور في خصية صغيرة قد كده ساعتين عشان ده الأمل الأخير للمريض فإحنا لأ بالعكس هنا أحسن من بره فيه ناس بجلنا من بره تعمل عندنا عظيم جدا السؤال الأخير الإجابة بسرعة قوي بيبقى فيه يعني إنجاب بشكل طبيعي ولا لا بيبقى فيه بقى حقن مجهري ومش عارفة إيه إنجاب بشكل طبيعي في المريض اللي أنا حكيت لقصتك قصته لحضرتك دي أنا هو طلع طبيعي إنما لو ما طلعش طبيعي وطلعنا من الخصية لازم حقن مجهري لازم حقن مجهري إحنا بنشكر حراكة دكتور شكرا جزيلا لأستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر وزميل يونيفيرسي كولدج لندن بإنجلترا ومدرس بكلية الطب بجامعة طنطة وكمان بنشكركم مشاهدينا على متابعاتكم لينا ودايما تابعونا في العيادة على قناة الحياة ترجمة نانسي قنقر